حلقتنا اليوم سنتعلم مع بعض كيف نسبت تعريف الطابعة Canon MF272DW من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب وكمان سنتعلم كيف نستخدم السكانر أو الماسح الضوئي وعشان اوضحتك أكثر حلقة اليوم مكونة من ثلاث فقرات الفقر الأولى سنتعلم كيف نسبت تعريف الطابعة باستخدام الكابل USB والفقر الثانية سنتعلم كيف نسبت تعريف الطابعة باستخدام الراوتر Wi-Fi والفقر الثالثة سنتعلم كيف نستخدم الماسح الضوئي أو الإسقنار وعشان ما تقولش عليكم يلا بينا نروح للفقر الأولى وهي خطوات تثبيت تعريف الطابعة باستخدام الكابل USB فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بينا فمبدئيا كده جماعة أنا سأساب لكم رابط تحت الفيديو في خانية الوصف أو ممكن تلاقيه في أول تعليق لمجرد انك تضغط على الرابط ده سيبدأ في تحميل نسخة من الاستوانة الأصلية المرفقة مع الطابعة وبعد إنتظ ciento سيبدأ شكله سنختار clickations ونختار extract سيطلق كلمة مرور كلمة مرور من تسعة لواحد عدة تنازيلي كما اوضحه trước ثم نختار panحن ثم ننتظر حد مبرنامج يفك الضغط و بعد مبرنامج تفك الضغط سيكون ظهر لك ذلك سوف ندخل العادة جدا تمام؟ ونختار الاختيار القبل الاخر من تحت وهو هذا المكتوب عنه m-i-n-st او نختاره كده ثم نختار yes ثم نختار تلين اختيار custom installation وحنسابها زي ما ايه على USB connection عشان اول فاكرة هتكون من خلال الكابل USB ثم هنختار next ثم هنشيل المانول ده مش محتاجينه وننسيب صح على Toner Status و MF Scan Utility و MF Drivers ثم نختار install ثم نختار yes هيظهر لك القايمة لقدامك ديه هنا language اللي لها اللغة انت عايز تسابها اللغة انجليزية فتختار next لكن انا عايزة خليها لغة عربية مثلا عشان الموضوع يبقى سهل معي اختار العربية بالطريقة دي ثم هنختار next ايه اتحولت لغة عربية دلوقتي يعني دلوقتي القائمة اتحولت لغة عربية وكمان التعريف اتحول للغة عربية والخطوة دي ممكن تطول معك شوية وده بيعتمد على امكانيات الجهاز اللي انت بتعرف عليه اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب لو هو سريع معك فالخطوة دي هتبقى سريع معك لو هو بطيء او فيه طقل او هو قديم او فيه فيروسات فالخطوة دي ممكن تطول معك شوية والخطوة دي استراجت معي ما يقارب الخمس دقيق واول ما يظهر لك الرسالة اللي قدامك دي فلازم توصل الكابل اليو اس بي الواصل بين التابعة والكمبيوتر او التابعة واللابتوب وهنا بيقول لك كده انتظر التوصيل بتنتظر بس بعد الدقيقة او ممكن بعد الثواني لحد ما التابعة تتعرف بعد ما تعريف التابعة يتوصل معك سيجيلك الرسالة دي دي الخاص بتعريف المسح الدقي او السكنر اللي ورانا دي تماما هنختار برضو ان دي تبقى لغة عربية اهي ثم نختار نيكست بعد كده هنختار اكتمال ودلوقتي هيظهر لك شيء اسمها تونر استاتيوس دي خاص بمجدار الحبر يعني البرنامج ده وانت قاعد على الكمبيوتر هتقدر تعرف من خلاله مستوى الحبر في قد ايه كم في المية مثلا سبعين خمسين عشرة تماما لو حابب تثبته هنعمل انوستيل لو مش حابب تثبته هتختار كانسل فانا هستثبته مفيش اي مشاكل هنظهر لك الرسالة دي هتختار اوكي هنختار نيكست ثم هنظهر لك الرسالة دي هتختار اكست وكده انتهنا مع بعض من الفكرة الاولى وهي خطوة تثبيت تعريف الطابع من خلال الكابل اليو اس بي ودلوقتي وصلنا مع بعض للفكرة التانية وهي خطوة تثبيت تعريف الطابع باستخدام الراوتر الواي فاي طبعا زي ما نرى كده في عالم التردد يعني البرنتر دي متوصلها من خلال الراوتر الواي فاي بنجاح وعشان تعرف خطوات توصيل الطابع بالراوتر الواي فاي ممكن ترجع للفيديو اللي فات هتلاقي نسيبولك في رابط تحت الفيديو في خانة الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق هتمشي وراء الخطوات عشان تقدر توصل الطابع بالراوتر وبعد ما توصل الطابع بالراوتر هنروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فايلا بنا هنرجع تاني لنفس الخطوات بالزبط يعني هنرجع لتعريف الطابع مرة اخرى وعن اختار نفس الاختيار بالزبط تمام؟ ثم هنختار ياس ثم هنختار كاستم انسلسن زي ما هو بالزبط والمرة دي هنختار نيتورك كونيكشن اهو ثم نختار نيكست ثم هنشيل صحي من دي وعنشيل صحي من دي مش محتاجينهم في اي حاجة ونختار انستل ثم هنختار ياس والمرة دي انا برجح انك تسببها للغة انجليزية عسان تقدر تفرق ما بين التعريف اللي بكابل ياسي بي يبقى لغة عربية والتعريف اللي بواي فاي يبقى لغة انجليزية فعنختار نيكست ثم هنختار ياس ودى الوقت المفروض يظهر لك البرونتر قد يانك اللي موجودة في الشبكة او زي ما نشايفين البرونتر ايه مف270 series تمام؟ قدامك address ودى الـ IP address اوه هنختار نيكست ثم هنختار نيكست ثم هنختار نيكست ثم هنختار نيكست ستارت والدلوقتي بيثبت تعريف الطبعة بعد كده هيظهر لك القائمة اللي قدامك دي تمام؟ هنختار نيكست ثم نختار اكست. وزي ما نشايفين عمل صحي كده معناه ان التعريف ده اتثبت خلاص. او تعريف برينتر تثبت. وده تعريف المسح الضوئي. هتسابها زي ما هي على انجليش. ونختار نيكست. نحن دلوقتي مش محتاجين قائمة التعريف اللي موجودة في الداونلودز اللي حنزلناها خلاص. طميما هنقفلها دلوقتي. وزي ما نشايفين تعريف المسح الضوئي اتثبت. هنختار complete. ثم نختار don't accept. مش محتاجينها يعني خطوات ما لاش اي لازمة. ثم نختار next. ثم نختار accept. وبكده ثبتنا التعريف التعبع مرة من خلال الكابل يوسي بي. ومرة من خلال الراوتر الواي فاي. وكمان ثبتنا تعريف المسح الضوئي او ديسكانار. عايز قبل ما اجي اطبع ابقى عالف انا بطبع من الكابل يوسي بي. ولا بطبع من الراوتر الواي فاي. الموضوع بسيط جدا. نروح عن control panel. ولو ما لا يتعيش اصطحي مكتب ممكن تعمل search وتبحث عليه. نختار عادي جدا كده. ونختار devices and printers. هتلاحظين التعريف بنزل مرتين. تمام? انهي اللي بكابل يوسي بي هو انهي اللي بالراوتر الواي فاي. ولو جئنا وقفنا هنا واختارنا click the main كده. واختارنا printer properties كده. تمام? وروحنا على portes. هتلاحظين مكتوب هنا USB يعني USB. تمام? يبقى دي من خلال الكابل يوسي بي. هنروح عن general كده. ونمسح الكلام اللي بالراوتر الواي فاي. اي. printer properties. ونمسح الكلام بالراوتر او كده. او نكتب من خلال الراوتر. ونختار اوكي. طبعا اللي اسمه ممكن يتغير مع الوقت. او بعد وقت شوية. طب احنا دلوقتي عادي نزبط نوع الورق وحجم الورق. وانها تطبع الاوراق منفردة. لان الاصدارات دي لما تجي تعرفها الاول مرة. بتبقى متحددة انها تطبع الاوراق كلها اوتوماتيك على الوجيين. تمام? تليس كلمين على اي واحدة فيهم. يختار printing preferences. سيظهر لك القائم اللي بالدامج دي. لازم متأكل ان الاختيار دي على اي فور. وده زي بالزبط على ال اي فور. تمام? ولو لقيت دي مكتوب عليها اي حاجة هتنطبع الوجيين تلقائيا. عايز ان احاولها تبقى وجه وجه. وانا بعد كده لما اطبع الوجيين احاولها. كلمين كده عن اختار one side. تمام? نختار ابلاي دي الوقتي. ونيجي عن اختار drawer وانسبة auto على زي ما هي. ثم نختار ابلاي. ثم اوكي. وكذلك نفس الكلام في الراوتر الواي فاي. وبكده زبطنا جميع الاعداد انها تطبع الوجي الواحد. وحجم الورق A4. الموضوع سهلي كده. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة الثالثة والاخيرة. وهي خطوات استخدام المسح الضوئي او الاسكنار. فيلا بنا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب. ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض. فيلا بنا. طبعا واحنا بنثبت التعريف عادي جدا. نزل مع التعريف الاسكنار. تمام? طب هو فين احنا ما شايفينه? يعني جينا عند قيمة الاسكنارت ديت. تمام? حاليه مكتوب هنا ايه? MFSCAN3. هو ده برنامج الاسكن. طب افرب ما لقيتوهش في الاول هنا. عدليه كلمة كانون اهيت. تختاره كده. وتختار MFSCAN3. بس عشان الخطوات يبقى سهلة معنا. هيمسك الملف ده ونحطه في الديسك توب. اهو. عشان يبقى سهل ان احنا نستخدمه. وعن نفتحه عادي جدا. وعن يظهر لك بالشكل ده. وهتلاقي هنا اثنين اسكن. في دوكمانت وفي فوتو. دوكمانت ده لو انت هتعمل اسكن للمسناديات او ملفات البي دي اف. تمام? والفوتو ده اللي انت هتعمل اسكن كصور. فاول حاجة احنا هنعملها هتمسك السيد البرنتر كده. وتضيف عليه ورقة. الورقة اللي انت هتعمل لها اسكن. تمام? وتبدأ تقفل باب المسح الضوئي. تمام كده? الموضوع بسيط. وتيجي انا بقى ساختار دوكمانت او فوتو. فانا مرة هجرب دوكمانت ومرة هجرب فوتو. فا اختار دوكمانت اهو بالطريقة دي كده. هتصلاح الآن ان فيه صوت ظهر في البرنتر. وده صوت تحرك الاسكنر. وكل مرة هتعمل فيها اسكن لدوكمانت. هيظهر لك الرسالة اللي قدامك دي. بيقول لك لو انت عايز تعمل اسكن لورقة تانية وتحفظها بنفس الملف. هتحط الورقة على اساس البرنتر بما كان الورقة القديمة. وتختار اسكن. لكن لو انت مكتفف بورقة واحدة بس وهي دي اللي انت عايز تعملها اسكن فتختار كده. او زي ما نشايفين ده المكان اللي تحفظ في اسكن وحنعرفه كمان شوية هو تحفظ فين. طب بالوقتي عاوز اعمل اسكن لفوتو. ضغط واحدة على فوتو بكل سهولة. وحتبدأ تفتح لك النافذة اللي فيها التحميل بها اسكن. وحتلاحظ الوقت ان فيه صوت ظهر في البرنتر. سمعتوا الصوت ده معي. وفي حالة انك عملت اسكن لفوتو مش هتظهر لك رسالة اللي انت عايز تعمل اسكن لورقة تانية ولا. عشان الصور بتحفظ ورقة ورقة او صورة وصورة منفردة. ايه ودي اسكن للصورة وده لبي دي اف. طب بالوقتي انا عايز اعرف الاسكن ده اتحفظ فين. هندخل على المعلومات الكمبيوتر او تزي بي سي اللي عندك يعني. بعد كده هتختار كلمة اسمه الدوكمنت. الاسكن بتاعك بتعمل بتاريخ اليوم اللي تعمل في اسكن اللي هو ستاشر سبع. انا النهاردة ستاشر سبع اربعة وعشرين. تهم؟ كل يوم هتعمل في اسكن. هيظهر لك فولدر او ملف بتاريخ اليوم اللي تعمل في اسكن. انا هو هختار ستاشر سبع. هيتلة ملفها البي دي اف. وهنا الصورة. هكذا افتح الصورة مثلا ايه نشوفها. او زي من رأيوا الصورة которая مثلا تعلقها pada اسكنة اهيت. ده بس sophور التي هيLeave gpage. وهي بس citing بصورة البي دي اف حتى مكتوبة عليها. بدي دي اف. هنفتح الجدد. ايه هيه بصيغة البي دي اف.42. هكذا اتعليمنا ازاي يستخدم مسيح ضوئي او اسكن او الاسكن ار اذا كان بصور الصور اللي هو جي بي جي او بصير المسانليات اللي هو الب皮 دي اف. الموضوع حاول تقرب الراوطر واي فاي وتخليه في المكان اللابتوب والبرنتر عشان بس الوردر بيطلع من اللابتوب او الموبايل عمتا ويروح للراوطر بعد كده يرجع للبرنتر والخطوات تبقى سهلة معاك ومتبقاش بطيقة معاك لو جت في مرة تطبع من خلال الراوطر واي فاي ومالقيتش اي استجابة نهائيا فانت ممكن عملت حاجة من الاربع حاجات دولار ممكن غيرت الراوطر واي فاي ممكن غيرت كلمة مرور الراوطر واي فاي او حولت الشبكة من مرئية المخفية او من مخفية المرئية او انتحات الراوطر بعيد جدا عن البرنتر فبالتالي كل شوية البرنتر تشبك وتتفاصل وحتلاقين سيبلك رابط تحت الفيديو في خانة الوصف هذا الرابط سيعلمك كيف تطبع من الموبايل على البرنتر دي بكل سهولة وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى ان نلأعجبكم اتمنى الموضوع يكون نلأعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السلام من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته